طبعا منتخبنا الوطني كمان عايز اتكلم عليه ان منتخبنا يمكن عنده مباراة مهمة جدا على المستوى الاعداد مش على مستوى النتائي خلاص المنتخب تأهل الى كأس الامم في المغرب عشرين خمسة وعشرين ولكن دلوقتي انت عندك مجموعة من اللعبة بتحاول تعمل توليفة جديدة لو عندك غيابات فمثلا عندنا معلومة ان كابتن الحساب حسن بيفكر بالدافع مع احمد نبيل كوكا ومحمود صابر او دونجا مع ناصر ماهر في نص الملعب بيفكر كمان يلعب بحمد فتحي كاليبرو متقدم امام السنائي حسام عبد المجيد واحمد ربضان بيكهم في خط الدفاع رأس الحربة هل تلعب بمصطفى محمد وقسامة فيصل ولا مصطفى محمد بس يعني فيه افقار كتيرة بيفكر فيها حسام حسن بالنسبة لمنتخبنا الوطني وعيدة غالبة بالنسبة كبيرة طبعا فيه ثلاثي في وسط الملعب امام كافردي وده اكيد نتيجة طبعا الغيابات العديدة في بيحاول يعمل توليفة معينة في شكل التشكيل على حساب مرموش اللي راجع طبعا بعد مباراة كبيرة جدا بيأديها في البوندس ديجا ده هنشوفه في الساعات اللي جاية بالمناسبة المباراة الختمية هتكون على السادي الدفاع الجوي ستاة 30 يونيو الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة لان الاتحاد الافريقية عايز يلعب المباراتين في توقيت واحد مصرو بتسوانا والرأس الاخضر مع موريتانيا ونتمنى التوفيق رب للمنتخب العربي الشقيق منتخب موريتانيا في التأهل الى كأس الامم في المغرب